السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روضة ومدرسة أكاديمية العزيز النموذجية الصلق المعلمة رولا خريسات كجيتو سوف نتعلم اليوم حرف جديد في اللغة العربية وهو حرف الميم أنا حرف الميم صوتي أم هيا نردد معا أنا حرف الميم صوتي أم أحسنتم النجار ذهبت مرام وأخوها علي إلى نجار حارتهم فقال له علي يا أبا مؤيد نريد أن تعرفنا أدوات النجارة فقال أبو مؤيد أهلا بمرام وعلي تفضل معي فذهبوا جميعا إلى مكان حفظ أدوات النجارة وقال لهما هذا المنشار لقص الخشب وهذه المسامير لتثبيت الخشب ببعضه بعضا أما المترقة فوظيفتها ترك المسامير لإدخالها في الخشب وهذا المفك نستعمله لفك البراغ من الخشب فقالت مرام يا عم أبا مؤيد هل تصنع لي قفصا لعصفوري؟ امتسم أبو مؤيد وقال نعم يا مرام سأهديك مصفورا جميلا في قفص جميل هيا بنا أحباء الصغار لنضع دائرة حول الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم صوتي إم بداية الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة متصل وغير متصل هيا بنا نبدأ كلمة منشار ميم أول الكلمة مسمار أول الكلمة ووسط الكلمة مرام أول الكلمة وآخر الكلمة غير متصل حرف الميم هيا ننظر إلى الصورة ونضع دائرة حول الصورة التي يوجد فيها حرف الميم منشار أحسنتم مسمار رائعين مطرقة أحسنتم مرام أحسنتم هيا بنا أحباء الصغار ننظر إلى الصورة ونقوم بتلوين الصورة التي يوجد فيها حرف الميم كلمة مفك هل يوجد فيها حرف الميم؟ أحسنتم يوجد فيها حرف الميم نضع عليها دائرة ثم نقوم بتلوينها مفك أحسنتم منشار منشار أحسنتم يوجد فيها حرف الميم بداية الكلمة نقوم بتلوينها صورة سيارة هل يوجد فيها حرف الميم؟ لا لا يوجد فيها حرف الميم نضع عليها خطأ الآن نضع دائرة حول حرف الميم بداية الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة مفتاح سمك مرام بداية الكلمة ونهاية الكلمة الآن نرفض حرف الميم مع المقاطع آ أو إي إم آ ما إم أو مو إم إي مي مع لفظ الكلمات إم آ إم آ ما ما إم أو مو سا سا مي سا مي أحسنتم رائعين نضع دائرة حول مقطع الميم إم إي مين ونقوم بكتابة حرف الميم بداية وآخر الكلمة الآن نكتب حرف الميم في بداية الكلمة نكتب المقاطع على الكتاب الملون إم آ ونرفض ما أحسنتم إم أو مو رائعين إم إي مي نقاط حرف الإي نكتب كلمة ماما ونرددها إم آ إم آ ما ما إس آ سا تم أخذها سابقا إم إي سا مي نقاط حرف الإي أحسنتم أبطل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر